فيديو جديد عن سيارة فورد سي ماكس انرجي وتعمل على النظام الكهربائي والهايبرد معا حيث يتم شحن السيارة بالكامل لتعطي 35 مايل باستخدام الطاقة الكهربائية فقط ومن ثم يتم استخدام نظام الهايبرد ويمكن استخدام النظام الكهربائي مع نظام الهايبرد بالتحكم الآلي عن طريق السيارة او بالتحكم المانيول عن طريق المستخدم حيث يتم استخدام الطاقة الكهربائية في الطرق السهلة والطاقة الهايبرد في الطرق الوعيرة لتصبح السيارة اكثر اقتصادية وعملية جدا لمستخدمها وتقليل مصروف البنزين بشكل كبير جدا كما نشاهد معدل المصروف 60.8 مايلز بيرقيلون شكرا لاستماعكم شكرا لاستماعكم شكرا لاستماعكم